أذكر قصة أو شواهد على هذه القضية عندنا في دمشق تربة وهي المقبرة وكلنا نعرف التربة والمقبرة الدحدح مشهورة وفيها نعم أولياء وفيها علماء وفيها مجاهدون وفيها شهداء تربة مشهورة في دمشق كل من عرف دمشق يعرف هذه التربة كان فيها رجل يعمل حفار يعني بنزل الأموات على القبر جاءت في يوم من الأيام مرأة وطلبت من الحفار أن يحفر لها قبرا حفر القبر وبعد ساعة جاءت الجنازة وليس معها كثير من الناس يعني بضعت رجال أنزلت الجنازة إلى الأرض وفتح صندوق الجنازة وحمل الميت ودلي في القبر وكانت الحفار في القبر تسلم الجثة وأراد أن يضعه في القبر في هذه الأثناء ينفتح القبر ويصبح روضة من رياض الجنة أنا أقول هذه حادثة واقعية وليست خيالا ولا من قصص ألف ليلة وليلة وإنما قصة واقعية أخمي على الرجل لما رأى ورأى اثنان جاء على أصيلة فرس وأخذ الميت وذهبا به أخمي على الحفار فاللي حول القبر ما رأوا ما رأى هو هو الذي رأى فقط فقط هو الذي رأى رشوا عليه ماء وسحبوا طالعوا من القبر كانت المرأة مضت ما لك؟ قالوا والله رأيت عجبا رأيت كذا 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 سبحان الله قالوا هذا لعله هذا واهم لعله كذا وتركوا مضت شهور جاءت المرأة مرة ثانية بعد شهور وطلبت من الحفار أن يحفر قبر حفر القبر جاء الميت حمله ووضعه في القبر ففتح له روضة من رياض الجنة وجاء ملكان أخذاه مجال لكنه تجلد ما أغم عليه وعلى طول خرج من القبر وتبع هذه المرة تعالي من أنت؟ ومن أين بأي مكان جئت؟ قل له يا رجل سيبني بمصيبتي شو مصيبتك؟ قال هذا ولدي أصبت به وكان قبله عندي ولد آخر أصبت به من أشهر قال أنت صاحبة الرجل قالت نعم ما لك لماذا تسأل؟ قال والله رأيت عجبا الأول لما وضعتهم فتح روضة من رياض الجنة والثاني كذلك ماذا كان يعمل هذا وذاك حتى عملهم الله بهذا الأمر وكان لهم هذه الكرامة العظيمة قالت له أما الأول فكان طالب علم وكان الثاني يعمل نجارا ويقدم لأخيه نفقات طلب العلم فكافأهم الله طالب العلم ومن أنفق عليه بهذه المعاملة الطيبة هذا الحفار رأى هذه الحالة وسمع هذا الجواب ترك المقبرة ونزل منها إلى جامع التوبة الجامع الذي نعيش ونحن فيه وكان الوالد وأبو الوالد وجده وأبو جده كلهم يعملون في هذا المسجح كان جدنا هناك واسمه الشيخ سعيد البرهاني جد جد الشيخ سعيد البرهاني والدي جاء إليه قال له أريد أن أطلب العلم قال له خير أنت عمرك الآن خمسة وأربعين خمسين سنة نسيت حياتك كلها ما قرأت العلم الآن لقد تعلم العلم لماذا قال لي أنه صار معي كذا 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 قال له خلاص التكر على الله ويلا ابدأ في طلب العلم جيب الأجرومين كانوا يتعلموا الأجرومين ويحفظوها ويتحفظوا متون وكذا وبدأ واشتغل حتى صار من كبار العلماء الشيخ عبد الرحمن الحفار من كبار علماء دمشق وأسرته من بعده كلهم طلاب علم وآخرهم الشيخ عبد الرزاخ الحفار من كبار علماء دمشق هذه القصة أنقذها لكم لأبشركم بأن طالب العلم هكذا يعامله ربه بهذه المعاملة الطيبة ليه إذا صدق ما يتعلم العلم حتى يأخذ شهادة ويعلقها على الجدار وبس ما يتعلم العلم يقال عالم ما يتعلم العلم من أجل أن يكون له راتب يعيش منه في الدنيا هذه مطالب دنيا ويجعلها آخرا مطالب لكن قصده الأول هو أن يمتثل أمر الله الذي أشار إليه هنا أستاذ الدكتور إبراهيم لما قال أول آية نزدت في كتاب الله قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علا اقرأ وربك الأكرم الذي علم في القلم علم الإنسان ما لم يعلم ترجمة نانسي قنقر